أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عن سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين فليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العلي العظيم هذا المشهد الأخير في هذه السورة المباركة سورة يونس من قصة موسى عليه السلام وفرعون قلنا أن موسى أمر بني إسرائيل بالتكتل في محلات ومناطق خاصة وأن يجعلوا بيوتهم مقابل بيوت الآخرين من بني إسرائيل حتى يتمكن موسى من الوعظ والإرشاد وإقامة الصلاة هذه تكلمنا حوله البارحة موسى عليه السلام بعدما يأس من إيمان الفراعنة من هداية الفراعنة لأن النبي عندما يدعو يجب أن يصل إلى نقطة اليأس الكامل وإلا لا يدعو والله لا يستجيب للدعاء إلا بعد اليأس الكامل من أي نقلة نوعية هداية ولو لشخص واحد عجيب هذا لطف الله سبحانه وتعالى وقد قرأنا هذه القضايا في قصة النوح وعاد وثمود وهود يعني فاليأس الكامل حتى من الأولاد الذين يولدون هناك دعا ربه وأمن يعني قال آمين قلنا آمين معناه يعني استجب يا رب وأمن هارون بدعاء موسى النداء أتا من الله قال يعني قال الله قال قد أجيبت دعوتكما دعوة موسى وهارون فاستقيما يحتاج إلى استقامة والصبر وتوكل على الله كما قلنا ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون ليش لأن أكو ناس من بني إسرائيل كانوا يريدون المصالحة يمكن هذا معناته يمكن أن معنى ذلك أن فرعون بعث رسل للمصالحة نصف لي ونصف لك يعني هو يتصور أن القضايا في العقيدة تنصف وتقسم يمكن هذا معناته إضافة على أنه سبيل المفسدين سبيل الذين لا يعلمون في كل شيء يجي إشارة أو نداء إلى موسى عليه السلام وإلى قومه عادة إياك أعني واسمعي يا جارة يعني الخطاب لموسى ولكن الخطاب الأصلي هو لبني إسرائيل ليش بعدين رح نعرف أنه بني إسرائيل أيضا الكثيرون منهم انحرفوا مع الأسف شنو صار صار القرار أنه يأتي العذاب قلنا أنه طالت المدة بين استجابة دعاء موسى عليه السلام إلى الغرق يعني غرق فرعون والقبط أربعين سنة طالت هنا في هالأربعين سنة شنو صار روايات مختلفة أكو ومتعددة أن الكثيرون أيضا كفروا بالله وبموسى ونحن نحن في هذا العصر أيضا قلنا أنه نعاصر هذه الحالة قبل ظهور الإمام المهدي الحجة بن الحسن صلى الله عليه وسلم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر هنا أنا أتى العذاب إسه هذا البحر شنو أكو خلاف بين المفسرين هل هو النيل؟ هذا النيل المعروف طبعا النيل نهر عظيم يعني كما قرأت مرة أنه حوالي 6700 كم طول هذا النهر من أقاصي أفريقيا يجي إلى أن يصل إلى مصر وما شابه أطول نهر في العالم يقال 6700 كم هواية يعني خب ولكن نهر النيل عرضه كما نرى في الخرائط إحنا أخو ما رحنا إلى مصر إن شاء الله نوفق لزيارتي السيدة نفيسة هناك سلام الله عليها عرضه لنهر النيل مو هو يعني خب شلون هذول غرقوا وما قدروا ينجون نفسهم شنو صار هذا رأيي إما أن نقول أن هذا النهر الموجود الآن غير ذاك النهر اللي قبل قرون كانت يمكن أطول وأكثر بعدين ليش يقول بحر نجم يقول نهر هذا ما فيه إشكال طبعا ليش لأنه يطلق البحر على النهر أيضا هذا ما فيه إشكال فالرأي الأول أنه هو نهر النيل مستشاوة يمكن كانت أعرض أوسع أو أقاصها كانت ما أدري وكلمة البحر ماكو إشكال يطلق على النهر وأكو رأي آخر أنه لا بني إسرائيل هربوا من مصر من العاصمة من جوار فرعون بعدما تكتلوا وصاروا وحدة هم سكنية هم اجتماعية وأسرية حوالي ستمائة ألف نفر هذول اجتمعوا في منطقة واحدة كما قلنا في الليلة الماضية لأن الأمر أتى من الله سبحانه وتعالى أنه خلوا بيوتكم قبلة يعني مع بعض مو قبلة يعني صوب الكعبة أكو رواية أن قبلة يعني صوب الكعبة صلوا ولكن القبلة يعني أن تقابل الآخر هذول اجتمعوا وفجأة أتى النداء من الله سبحانه وتعالى أنه اهربوا خلص بعد السشلون الفراعنة ما دروا ما عرفوا هنا للتاريخ ساكت عن الموضوع يمكن أن نحلل كتحليل تاريخي أنه ضعفت الدولة لماذا ضعفت لأن كثيرا من القبض أيضا آمنوا من القبض أيضا آمنوا بعد رؤية المعاجز التسعة التي تلوناها سابقا آتينا موسى بتسعة آيات لمن يشور الثعبان يأكل كل السحر مالهم لما يرى أن النيل ينقلب إلى الدم عندما يشربه القبطي وينقلب إلى الماء عندما يشربه الإسرائيلي وبالنتيجة يؤثر يمكن الحكومة زعسعت بالنتيجة أو إرادة الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعميه شخصا أو حاكما ظالما يعميه في ذول شرده الرأي الآخر أن البحر هو بحر وهو البحر الأحمر يعني أقرب بحر إلى تلك المنطقة البحر الأحمر يمكن أن البحر هذا معناته إذا هذا مو مهم عندنا أنه نختلف معاكم أو مع المفسرين أنه هو النيل أو البحر الأحمر المهم منطقة مائية كبيرة وصلوا إلى هناك الخبر أتى إلى فرعون وجلاوزته أن الجماعة شردوا راحوا فعبأ جيشه وجلاوزته ووزرائه هو أيضا قادهم وقد لبس الدروع والعربات العسكرية ذاك الوقت كانت مختصرة وموجزة يعني بسيطة كانت وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وصلوا إلى البحر أول من وصل بني إسرائيل وصلوا لأنه قبل طلعوا ذلك دا يتابعوهم فأتبعهم فرعون وجنوده الفاصل بين هؤلاء وهؤلاء أشقيد مسافة هذه ليش لأنه إلى أن وصلوا تعال قنعهم يا جماعة أنا نبي وإنتوا تعتقدون بي وعندي معجزة وهذا العصى بيدي بعدها ما يقبلون لأن الإيمان متضعضع استجيروا بالله يوم يظهر الإمام الحجة هاي أنا أعرج على الإمام لأنه القضايا تشبه يوم يظهر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف شنو موقفنا ما هو موقفنا نستمد العون من الله سبحانه وتعالى إن كنا حاضرين في ذلك اليوم أو إذا أحيينا بالدعاء الذي نقرأه اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهد بينه يعني شنو يعني اللهم خلينه مرة ثانية الرجعا لنعتقد بيها شنو موقفنا يصير هذا صعب مهين التسعة أشهر التي يعيشها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أين ظهوري من أتعب وأقسى الأيام كما في الروايات بعدين يصير هدوء تسعة شهر كما في الروايات أكثر أقل فترة يعني يصير حرب يصير مشاكل يصير جوع يصير كما في الروايات في الروايات أنه يأكلون الجشب أو المادي شنو مش كالرواية ويركمون يعني قضية مهينة يعني فامتحان عسير يعني نفس الحالة لبني إسرائيل يلا روحوا قالوا من روح يقال أن يوشع ابن نون رضوان الله عليه وصي موسى قال أنا حاضر أروح كما أن علي عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه في كل الكربات كان يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنا المقدام طيب روحوا ما يرحون طيب هذه مدة طول يعني إلى أن الفرعون يجهز جيشه ويجيب الناس وياه والجلاوزة والعسكر والجنود قال له أخير ما يخالف خلي شوف شنو يصير فضرب بعصاه البحر كما في آية أخرى فانفلق البحر انفلق البحر يضل لبني إسرائيل وشوفوا لا والله صدق صار أرض يابسة يلا روحوا لا ما نروح ليش لأنه نريد نشوف بعضنا يمكن واحد غرق شوف الحجج الإسرائيلية يسموها قالوا لا من رد قالوا إلا 12 فرق في القد صير ليش 12 فرق هذول 12 قبيلة أولاد يعقوب 12 يوسف والأحد عشرة أخ خوب هذول كلهم عشاير صايرين 600 ألف نفر أكثر أقل ما يخالف عصى ثانية صار 12 فرق 12 فلقة في آية يعني 12 طريق لا أيضا من ريد ليه يا شاب لا تعال سوي شبابيك بين هذه الطرق لأن هنا نمي هنا نيابس هنا مي هنا يابس 12 مكان خل نريد نشوف بعضنا حتى نطمئن بالنتيجة إحنا أهل يعني أقرباء أيضا عصى ثالث هذه بالروايات موجودة بس 12 فلقة أكبر بالآية القرآنية موجودة فيه مكان ثاني أتصور في سورة الشعارة يمكن طيب هذه طالت هسا كم ساعة طالت من أدري بالنتيجة ساعات إلى أن أقنعهم فذهب موسى أول واحد ويوشع بن نون وراءه وبنوا إسرائيل كل عشيرة كل قبيلة راحوا في طريق يابس من هذا البحر فأتصور يكون البحر الأحمر الآن لم يقلون يكتشفون في أعماق البحر الأحمر أشياء كثيرة من العربات من الوسائل الحربية القديمة يقولون هذه يرتبط بقضية الفراعنة وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده ليش أنت جاي تصالح تريد تسوي مصالح مع بني إسرائيل لا بغيا وعدوا يعني بغي خواضح ظلما يعني أرادوا استئصال بني إسرائيل لأن الأمر صدر من فرعون الذي يعتبرونه ربهم وإلههم ويعبدونه أنه هالمرة بعد ما كهل صبرنا مع موسى وبني إسرائيل كنا نقتل بهم نعذبهم نسجنهم فلان بس هالمرة قتل عام بغيا وعدوا عدوان يعني حتى إذا أدركه الغرق بعد ما يفصل في هذه الآية في آيات أخرى ذول لما راحوا وصلوا إلى الجانب الآخر إما نقول نيل وإما نقول البحر الأحمر وأنا في نظري أنه البحر الأحمر يعني واحد يدركه أكثر خوب وصلوا هناك إذولا وصلوا مرة ثانية منه جنود فرعون مع فرعون يلا شافوا إذولاك راحوا والأرض بعدها يابس 12 طريقة ما يكون موجود يلا نروح خافوا هنا كما في الروايات جبرائيل تدخل لقضية ما أريد أذكرها للمفصلة عندما راحوا هؤلاء وهذا لأك وصلوا إلى الساحل الثاني في المقابل ذهبوا في هذه الطرق الاثني عشر ارتج الماء مرة أخرى فغرق الكل كل جنودهم وعرباتهم وأسلحتهم كلها غرقت قبل أن يغرق فرعون باللحظات أو لحظة واحدة واحد قبل كم يوم سألني قال هذا شوك صار قلت أصور آخر لحظة لأن الله كريم حتى إذا أدرك الموت أدرك منه فرعون البقية راحه انتهه فقط يقول الله عن فرعون نفسه حتى إذا أدركه الغرق قال يعني فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بن إسرائيل يعني كلام صحيح خب إهلان السؤال هل كان فرعون يعلم أنه مؤله نعم فرعون في يقينه مؤله يدري هذا يدري أنه دجال كل واحد يعرف نفسه شنون ضحك على الناس شنون قدر بالقوة بالإرهاب بالفلوس بالرشوة بأي شيء بالنتجة يصير هذا الشيء كما أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام يس بدال صلم يعبدون منه فرعون يعبدون هذه الحالة صايرة في التاريخ صايرة في التاريخ غير فرعون يعني فبالنتجة هو يعلم أنه ليس بإله هذا خلصنا منه يعني شنو يعني أنه جاحد يعني أنه منكر للحقيقة يعني أنه جاهل مجاهل بل عالم مقصر مجاهل أصلا عالم مقصر لهنانا ماكو مشكلة المشكلة اللي صار بحث حوله في التفاسير أنه لماذا لم يقبل الله سبحانه وتعالى توبته قانون إلهي في آيات أخرى قرأنا في القرآن أن هذا القانون سنة إلهية التوبة والرجوع إلى الله والاعتراف بالذنب مفسوح له المجال إلى آخر لحظة من الحياة في اللحظة الأخيرة لأن يقول أدركه الغرق يعني السكرات إجت سكرات الموت يعني وصلت الحالة إلى أنه ده يشوف ده يموت بعد هذه الحالة لا تقبل التوبة هذا أيضا موعظة بيها يعني شهر رمضان ده ينتهي نتوب إلى الله اللهم اجعلنا من المرحومين في هذا الشهر ولا تجعلنا من المحرومين حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين يعني تسليم عندي أو أقبل الإسلام الدين الحقيقي لكل الأنبياء الجواب شنو الجواب يخاطب الله سبحانه وتعالى إلى فرعون في هذا الآية يعني السنة الإلهية يذكرها بس بخطاب إلى فرعون آل آن قلنا آل آن شنو معناته قديما آ آل آن يعني آل آن آ همزة الاستفهام آل آن آل آن يعني الحين أنت لوما تخلي همزتين مع بعض سيصير يصير آل آن آل آن يعني آل آن هل آل آن آل آن وقد عصيت قبل عصيت يعني شنو يعني كنت عالما مقصرا إذا كنت جاهلا قاصرا كما قلنا دائما يمكن أن الله يقبل وليس يمكن حتما يقبل الجهل القاصرون كما في عقدتنا لا يعذبون في جهنم بل يمتحنون يوم القيام مرة أخرى كما في الأحاديث من الذي يخلد في النار الكافر المشرك الظالم المعاند المقصر فمشكلة العلماء مشكلة يعني العالم الذي يعلم أنه على خطأ ويغوي الناس ويدع العلم وهو يعلم أنه كاذب هذا مشكلة مشكلة جدا كبيرة الجاهل على قسمين قاصر ومقصر الجاهل يسمو ليش لأنه إذا مقصر هم يصير مقصر شلون الآن نحن الجاهل مقصر تقريبا ما عندنا لنكو انترنت بعد روح دور روح اسأل تقريبا يمكن نقول إلا في أدغال أفريقي يعني فالسنة الإلهية تقضي أن التوبة لا تقبل إلا ما قبل اللحظة الأخيرة بس شنو نسوي احنا الخطاب له فاليوم ننجيك ببدنك هذه أيضا من المعاجز تسميها من الكرامات تسميها من الموعظة المستمرة أنا قريت اليوم أكد جسدين إلى الآن موجودات أو موجودين من الفراعنة واحدة في بريطانيا أتصور واحدة في مصر من الفراعنة الكبار يعني من قياداتهم من رأسهم ويحتمل مو يحتمل حتما أن أحدهما هو لفرعون زمن موسى عليه السلام إلى الآن موجود يرحون يزورون يشوفون فاليوم ننجيك ببدنك مو بروحك فالعذاب يجي لي وين بالبرزخ الروح البدن يبلى ينتهي بعدين الله يجمع في الحشر والناس يوم القيامة ذاك يبحث آخر ذاك يجمع كما نعتقد أن نعتقد بالمعادل الجسماني مو الروحاني خلافا للفلاسفة وبعض العرفاء الذين يعتقدون بالمعادل الروحاني يعني الروح يتأذى أو يتألم أو يتنعم في الجنة بدن ما يكو بعد ذاك يقولون حسب الآيات القرآنية والروايات المتواترة نعتقد أن هذا البدن يجمع مرة ثانية للنشور والحشر يوم القيامة بقدرة الله سبحانه وتعالى كما في الآيات المتعددة ليش ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك يعني اللي يجون بعدك آية موعظة آية علامة إلى الآن موجودة وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون الله هو يقول آية بعدين يقول الغافلين كثر وإن كثيرا من الناس كثيرا هنا يدل على الأغلبية من الناس عن آياتنا وعنه يشوفون لغافلون هنا نخلص القصة لموسى عليه السلام لأن من بكرة إذا حضرت إن شاء الله لأن من بكرة مع المحد ما يضحر ولقد بوأنا بني إسرائيل بوأنا يأسكنناهم مبوأ الصدق مبوأ الصدق يعني مكان سالم ما بمشاكل فرعون راح الفراعن انتهوا طبعا ما انتهوا كلهم مو كل القبط إجوا إجوا بقوا معهم الجيش انتهي الحكومة راح انتهت الامتحال مرة ثانية يجي المن لبني إسرائيل فالقضية ما تستمر يعني مبوأ صدق يعني صدقنا معهم أو معناه مبوأ سلامة وراحة وعافية وين اما نقول انهم رجعوا الى مصر وحكموا فترة ثم انتقلوا الى الشام واما واما نقول كما في التاريخ انهم ذهبوا بعد راحوا الى الشام يعني الشامات قصمة ورزقناهم من الطيبات منه بني إسرائيل اعطيناهم طيبات فواكه ارض زراعية راحة سؤدد حاكم ظالم ماكوا على راسهم امان عدهم كل شيء صار تمام فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ايضا هذول اختلفوا من بنو إسرائيل ايضا اختلفوا مع علمهم حتى جاءهم العلم يعني كانوا عالمين بذلك شافوا تسع معاجز واكبرها عندهم عن هذا العبور العبور الموفق للبحر حتى بلي فما اختلفوا حتى جاءهم العلم انك رب ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون هذا اشارة ايضا الى زمن النبي يعني يعني انت اليهود الذين تقطنون في يثرب ايضا سلالة اولئك الذين اختلفوا بعد العلم الليلة موعظ ما عندي اريد ان اتبرك بذكر امير المؤمنين صلوات الله عليه ونحن في ثالث عزائه في امال الصدوق رحمه الله عن سعيد ابن جبير قال اتيت عبدالله ابن عباس عبدالله ابن عباس المعروف صاحب امير المؤمنين فقلت له يابن عم رسول الله ابن عم بعد يعني العباس عم النبي عبدالله يصير ابن عم يابن عم رسول الله اني جئتك اسألك عن علي ابن ابي طالب صلوات الله عليه واختلاف الناس فيه انتشوكد هذا السؤال ما ندري لان ابن عباس توفى بعد امير المؤمنين بعد الشهادة امير يمكن بعد صار الاختلاف صار بعد فقال ابن عباس يا ابن جبير جئتني تسألني عن خير خلق الله من الامة بعد محمد النبي الله الله صلو على محمد وراء محمد هذه العبارة توحي بالتعجب يعني تشبيك يعني سعيد ابن جور من تسأل على من تسأل الشخص اللي ماكو افضل منه بعد رسول الله انت تسألني جئتني تسألني استقام الكلام جئتني تسألني عن رجل له ثلاثة آلاف منقب في ليلة واحدة شنون يسموها ليلة القربة القربة يعني الوسيلة اللي يجيبون ماء هاي في بدر صارت في بدر المسلمين نقص عندهم الماء في الليل يلا قوموا روحوا بجيبوا ماء ما حدا قال إلا مولانا علي يمنع ابي طالب يسموه ليلة القربة المجلس رضوان الله عليه يقول شنها قصة القربة والليلة هذه بيان المجلس رضوان الله عليه يقول ليلة القربة إشارة إلى ليلة بدر واحدة من ليالي بدر حيث ذهب عليه السلام من أمير المؤمنين حيث ذهب علي عليه السلام ليأتي بالماء للجيش يعني للرسول عطشانين كلهم ومناقبه سلام جبرئيل عليه في ألف من الملائكة المنقب اللي تذكر في ليلة القربة لما راح أمير المؤمنين في ظلمة الليل وخوف والعدو موجود حتى يجيب ماء للعسكر ولرسول الله جبرئيل نزل وسلم عليه في ألف من الملائكة هاي هاي شكراً صار ألف ألف وواحد طبعاً الرواية تقول ألف أنا أقول ألف وواحد جبرئيل وواحد وميكائيل في ألف شكراً منقبه منقبه صلوا على محمد الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عن سر ود